أوراق بحسية كثيرة تقدم من أجل القيام بنهضة مصر سواء يمكن تنفيذها في الوقت الحالي أو مشاريع ورؤى مستقبلية لتحقيق نهضة مصر في كافة النواحي النهاردة معانا ضيف استطاع بعلمه أن هو يكون أول مصري وعربي وأفريقي يفوز بالجائزة العالمية للإبداع البيئي من اليابان عام 2001 ومن الوقت ده دفنا قرر أن هو يستثمر هذا العلم ليخرج بكتاب اسمه مشروع نهضة مصر 2020 الحقيقة أرض مصر بتضم العديد من الخيرات والموارد الطبيعية لذلك فالكاتب بيؤكد في كتابه أن أرض مصر تحتوي على الكثير من الكنوز وكيف يمكن استغلال هذه الكنوز وتعمير السحراء بالشجر وإقامة مدن كاملة في الصحراء والاستفادة كمان من تجارب اليابان في مجال الإبداع وتقديم الحلول المناسبة في كافة المشاكل دفنا النهاردة اللي بنوارنا في الستوديو أستاذ دكتور علي مهران هشام أول مصري وعربي وأفريقي يفوز بالجائزة العالمية للإبداع البيئي لعام 2001 والتي أقيمت باليابان وصاحب كتاب مشروع نهضة مصر 2020 صباح الخير يا فندم ونهارك سعيد صباح الخير في البداية عايزيني تكلم مع حضرتك فكرة المشروع جات لحضرتك من فين حضرتك بتقول حديثك الدكتور بتقدم يعني في اليابان بتدي محضرات في اليابان من خلال إقامة حديثك في اليابان جات لك الفكرة ولا جات لحضرتك من فين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بكل المحامل على كل النعم والصلاة والسلام على سيد البشر صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين الأقير الحقيقة أنا سعيد أن أكون واحد من أبناء مصر الكثار المنتشرين في العالم وعقولها اللي بتحب تقدم لمصر كل جديد وبتكتهد وتنتمي انتمع حقيقي في سبيل نهضة مصر وتطورها الحقيقة سنة 2001 أو تقريبا سنة 2000 كنت بقدم محاضرة في أحد القاعات اليابانية وسئلت سؤال من أحد اليابانين ليه مصر في دول العالم الثالث رغم تاريخها ومؤاردها وحضرتها وشعبها وارضها المنبسطة وسط المئات من الناس اللي حضرين أنا رديت السؤال استفاز حضرتك السؤال فكرة الكتاب رديته على السائل الياباني ولتنت رأيك إيه فالحقيقة قال إنه بطريقة مزح الشعب المصري يسيب الأرض المصرية لمدة عشر سنوات و2010 اليابانين هدوها لكم قطعة من اليابان أو مدينة زي مدينة طوكو في اليابان أنا سكت طبعا وروحت ولكن لم ينتهي الحلم والأمل وفكرت وقلت إن أنا هدي عشر سنين زيادة بدل 2010 تبقى 2020 لأنه لا يليق بمصر حضرتها وتاريخها وشعبها وعقولها المنورة كل بقاعة الدنيا إن يكون التقزيم والتحقير والهدار والتدهور يصل إلى 2020 مستحيل ولابد للظلام أن ينجلي ولابد للليل أن يشرق وكان هذا بداية البحث إن نحن نعمل كتاب مصر 2020 والنهضة الشاملة هو الكتاب يتكون من عشر أبواب كل أبواب يضم مجموعة عناصر كتيرة جدا ولكن عايز أقول إن بدأ بيه المقارنة بين النهضة اليابانية والنهضة المصرية هو الكتاب عشر فصول عشر أبواب وكل باب يضم مجموعة أكثر من ثلاثم ما تتكلمنا يعني على العشر فصول كل فصل بيتكلم على الأمان حاضر أنا هتكلم بحضرتك كان ديكي بس ملخص سريع عشان نستثمر الوقت الضيق اللي ووجود في البرنامج يعني أنا عايز أقول بس أنا كمان الأمين العام للرابط العالمي الخارجي الأزهر فرع دول الكويت ودي رابطة بالتسكية من فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب رب العائلة المصرية ويمكن فيه باب عن وثيقة الأزهر الإحداشر بند اللي كل العالم حاليا حراك سياسي حول الدستور وهي قدمت يمكن توافق مجتمعي من كل فئات الشعب المصري على هذه الوسيقى التي تعتبر عن عناصر رئيسية لبنود الدستور المصري المختلف عليها حاليا بعيدا عن السياسة وأنا لا أحب السياسة ولا أدخل في مزالقها ومفاسدها زي بقوله أنا عايز أقول أن النهضة اليابانية بدأت بعد النهضة المصرية وحتى يمكن سنة 1805 عندما بدأت النهضة المصرية بمحمد علي باشا أرسل اليابانيون يعني بعثات للتعلم والتدريب في مصر طيب في عهد الفترة بين عصر محمد علي وعصر الامبراطور ميجي الإصلاحي الكبير في اليابان دي 43 سنة ودي تقريبا 42 سنة الفترة متقربة فالسؤال الأخير ليه تدهورت أحوال مصرية النهضة المصرية وارتقت النهضة اليابانية الحقيقة النهضة اليابانية بدأت على أسس أربعة تقريبا العدل والمساواة واحترام الآخر وروح الفريق العدل والمساواة واحترام الآخر وروح الفريق النهضة المصرية النهضة المصرية كانت بدأت بداية طيبة محمد علي ولكن لما جم أبنائه راحت روح الفريق وبدأت وخاصة الخدوي توفيق والخدوي اسماعيل وبدأت حاجة اسمها الأنا إن أنا أعمل لذاتي ولأسرتي ضاع الفريق وبدأ العدل والمظاهر دون الجوهر والمضمون عشان كده ولما يبقى بين قصين الأنا والمظهر دون الجوهر والانتماء يضيع تحصل مفاسد كثيرة ويحصل إفساد زي ما احنا شفنا فيه مقارنة صغيرة تاني احنا مع ماليزيا سنة 80 ومع إيران سنة 80 بدأنا في الفترة دي 30 سنة ماليزيا تطورت وعالت تقريبا من 80 1980 و81 مع بداية العهد الماضي وحصل تطور كبير لهذه الدول وبرضه حصل انحدار وتدهور أنا عايز أقول دايما بين قصين يقولوا أني القوى الخارجية بتسعى النمص تكون في المؤخرة ولا تقوم أنا ضد هذه المؤورة الخارجية لا والإيه اللي بيأخرنا بقى نعم أنا عايز أقول أني العاصل الأربع حضرتك العدل والمساواة واحترام الآخر وروح الفريق صح كل واحد يبقى عايز يعمل حاجة ينفرد بيها بنفسك بالضبط إحنا دايما شطار كأفراد لكن لما نعمل كفريق يحصل تدهور في النتاية وده ناتج عن أني ما فيش اسم النظام المؤسسي أنا عايز أقول دايما دهما ذكرنا الكلام ده وحراك سياسة تمنى المسؤولين يكون سامعين أن يكون الحراك اللي موجود أني تكون دولة مؤسسات وليس دولة أفراد والأفراد زائلين والوطن قائم نرجع للكتاب عشان حضرتك وتقريبا بتكون لو تديني فرصة هو الكتاب تلتمية وخمسين صحة تقريبا تقريبا أهم ومتقسم عشر فصول هو الباب الأول تقريبا كان مدخل بسميه مصر عشين عشين بعد المقدمة والإهداء والحاجات المعروف عنها يعني مدخل تاريخي قراءة في نهضة مصر واليابان وحاجة تاني عوامل التفوق الإبداع إيه هي والطريق للنجاح والتفوق وإن الغرب يحترم الشرق والإسلام وبعدين جبنا حاجة مصر قاهرة عايزين نقدم قيمة مصر قدي قاهرة تتار وكان لها موقعات العظيمة وبعدين مصر عشين عشين والنظام الإبداعي الفعال تلك تقريبا الباب الأول الباب الثاني أساسيات وركاز النهضة الشاملة في مصر تكون يمكن من مجموعة كبيرة الموارد الطبيعية والبشرية ويمكن كل عنوان من العنوين كل الشعب المصري سأحدث الرجل العادي لما بذكر كلمة الموارد البشرية وطبيعية يقدر يعرفها ويعرف اللي تحت منها تخطيط الموارد البشرية مين يخطط الموارد البشرية الموارد الطبيعية نهر النيل من المنبع إلى المصب وبعدين مصر أم الدنيا والأزهر الشريف الجامع والجامعة لأنه أنا حتى بتمنى من الناس اللي هيقوموا كتاب تاريخ أن يكون الأزهر الشريف لأنه يتسب بالاعتدال والوساطية وعدم الغلو أن يكون المرجعية الدينية لداخل مصر وبعدين جامع الأزهر وبعدين جامعة الأزهر وبعدين مجمع البحث الإسلامية أسماء شيخ الأزهر الشريف وبعدين كنيسة المسيحية القبطية الأنسوزكية أنا عايز أقول كمان بهذه المناسبة نحن بنقدم لأخواننا المصريين من المسيحيين والأقباط خلص العزاء ونحن بعتنا بسم الرابطة من الكويت عزاء كبير إلى الشعب المصري حكومة وشعبا ومجلس عسكري وقيادة في وفاة البابا البابا الإسكندرية البابا شنودة السالس الحاجة الثانية أهرامات الجيزة وعجاب الدنيا قناة السويس المصرية وكل ده بيمس الموارد كبيرة جدا ومداخل الدخل استراتيجية تنمية سيناء وانا لي أكتب فيها مكتبة الإسكندرية مصر السد العالي دي أحد الركاز الرئيسية الباب التالي كان اسمه العدالة اجتماعية ولا التنفيذ دي مهمة جدا لحضرك في النهضة اليابانية وانا العدالة الاجتماعية ولا التنفيذ والبيئة ومكوناتها الطبيعية والمشاهدة الإنسان يدوره في البيئة أثر التصنيع والتكنولوجيا حديثة على البيئة الإنسان في مواجه التحديات البيئية الجودة المعاشية البيئة والعمران كلها دي عناوين فيها تفصيلات مشروع محو الأمية الشباب والإقلاع حت القاهرة بدون تدخين تطوير مناطق العشوية عناصر أسير تحقيق العدالة قليها التحقيق العدالة الاجتماعية الباب الرابع المحميات الطبيعية والمدرسي هي في مصر محميات طبيعية في مصر وذكرنا سلاس نمازج أنا ما عليش هنسترم ما هنقول بسرعة يعني وقلنا بورتو مارينة والجونة الغرداء وقلنا شرم الشيخ سيناء الحاجة التانية الباب الخامس الطاقة الشمسية مدخل التنمين والسلامة طيب حضرتك هل طرحت فكرة المشروع على أحد المسؤولين ورد على حضرتك بإيه لا هو أنا بس موضوع حتة ذكرنا الطاقة الشمسية أنا بس كمان أذكرهم بسرعة وأدخل في المسؤولين التنمية العمرانية المتوازنة الباب السادس وطبعا التنمية لما أذكرها مشاكل ومزارة دوه العمراني وسمعها للتشكي البصري دي حاجة عمرانية كتير والمدن الظاهرة للمستقبل أنا يعني عادة لا يعني في لقاءات التلفزيونية الكتيرة متنوعة في العالم رغم أن اليمنيون أن الوقت هو الزهب ولكن لم يلس عشان الوقت من الزهب إحنا نستمع أتنم عرض يخلص فأنا عيزة أسأل حضرتك للسرعة المتوازنة حتى ما أعتذر عن أو البرامج السريعان حضرتك قدمت الفكرة المشروع لحد من المسؤولين أحرك الباحث دائما وانا كثير السفر يعني بر مص الباحث لا يملك إلا أن يكتب ويقدم بحثه للمجتمع للمنظور المجتمعي والضمير المجتمعي والبي والسياسي هو اللي قائد يعني لأني اللي النهاردة احنا وسيلة من وسائل الإعلام وجعب لها وسائل كتيرة أنا أسف وطرعت هذا المشروع في أحد المؤتمرات العلمية وإن شاء الله المسؤولين يعني يتمنى يشوفوا إن شاء الله أكيد أي حاجة من أجل نهضة مصر كلنا لازم نعمل لها حساب ومشروع مهم زي اللي حضرتك قدمتوا لمصر لازم المسؤولين ينظروا فيه ولازم نبدأ علشان عشرين عشرين نبقى الحق نعمل حاجة كوية ومسأل عاد ناوضح نوط الحضرتك صغيرة جدا إن عشرين عشرين ليست هي النهضة الشاملة ولكن في نهاية في أحد الأبواب عشرين عشرين هي خطة قصيرة الأمد لتحقيق بعض الحاجات حتى ندخل للخطة الشاملة اللي يتصل لعشرين خمسين وهي المشروعات السقيرة يعني مثلا المشروعات الصغيرة في عشرين عشرين محوول أمية العدالة الاجتماعية مشروعات صغيرة عشرين عشرين مشروعات الكبيرة أو الصغيرة عشرين خمسين بتبدأ من عشرين عشرين حتى لا يخلق الناس ويكون فيه استقرار سياسي وأمني حتى نصق قبل وصول العشرين عشرين إن شاء الله كل اللي حضرتك بتقولوا يتحقق أستاذ دكتور علي مهران هشام أول مصري وعربي أفريقي يفوز بالجازة العالمية لإبداع نورتنا النهاردة في نهارك سعيد شكرا جدا ونساعد لكم شكرا أتمنى لمص كل إزدهار وتقدم شكرا لكم مشاهدينا دلوقتي عن تقرير عن مؤتمر التراث النوبي هنشوف التقرير ونرجع نكمل باقي فقراتنا